نسمى نسمى المضامين الجدد بعد طول انتظار وبعد مشاورات عسيرة ومتعثرة أصدر البيرح السيطار على التحوير الوزاري ليعلن رئيس الحكومة يوسف الشهد على التركيبة الحكومية الجديدة والتي تشمل لطفي براهم اللي تم تعين وزير دخيلية خلفا للهدي مجدوب متخرج من أكاديمية العسكرية شعبة حقوق وتقلد العديد من مسؤولية المركزية سلب الإدارة العامة للحرس الوطني في مختلف جهات البلاد بالإضافة إلى تكليفه في وقت سابق بمهمة إدارة المرصد الوطني للسلامة المرورية حاتم بن سيلم وزير التربية خلفا لسليم خالبوس ووزير التربية بنيابة متحصر على دكتورة دولة في الحقوق من كلية الحقوق والعلوم السياسية والاقتصادية بفرنسا وعلى شهد التبريس في القانون العام من كلية الحقوق والعلوم السياسية والاقتصادية بتونس كما عين عام 2008 ووزيرا للتربية سليم شيكر وزير الصحة خلفا لساميرا مرعي تحصل على تبريس في الرياضيات من المدرسة العليا للمعالمين بتونس وشهدة هندسة الإحصاء الاقتصادي بفرنسا عام 1986 والماجستير للأعمال والتصرف في جنف 2008 عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الوطني تحصل على شهدة الدكتورة في الطب من جامعة كلود بيغناب بفرنسا وشهدة الماجستير في عالم وظائف الأعضاء البشرية والمزارع الوظيفية كما شغال منصب كاتب الدولة لدى الوزير الأول مكلف بالبحث العلمي والتكنولوجيا بين عام 1999 و2000 وشغال منصب وزير الصحة لمدة شهر عام 2001 ووزير الدفاع بعد الثورة لمدة سنتين بين 2011 و2013 ريداش الغوم وزير المالية جديد كان الوزير المالية السابق في الحكومة المؤقتة عام 2011 متحصل على شهدة دراسة العليا اختصاص تبميل التنمية والإجازة في العلوم الاقتصادية ومتخرج من معهد الدفاع الوطني خالد بن قدوري تم تكليفه وزير الطاقة والمناجم والطاقة المتجد خلفا لها لشيخ روحو متحصل على دكتورة دولة في مجالات الاستراتيجية والتنظيم والإشراف من معهد الفنون والحرف بباريس كما تقلد عدد مناصف شركة تونسية الإيطالية لاستغلال البترول بداية من رئيس مصلحة الدراسة والتطوير وصولا إلى مرتبة رئيس مدير عام عمر البيهي وزير التجارة هو مؤندس فلاحي متخرج من المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس اشغل خطة كاتب الدولة لدى وزارة الفلاحة والموارد المائية مكلف بالإنتاج الفلاحي في حكومة الشهد الأولى رذوين عيارة وزير النقل متحصل على شهيدة المرحلة الثاثة اختصاص حقوق ومرسم بالسنة الثانية من شهيد الدكتورات دولة في القانون وشغل خطة ولي الكيف عام 2015 تحوير استحدث ثلاثة وزارات وأربعة كتابة دولة جديدة وفي 15 نزير حافظوا لحقائبهم كما سبق لثلاثة وزارة جدد أنهم تقلدوا نفس المناصب في أوقات سابقة كما حافظت الحكومة الجديدة على تمثيلات أغلب مكونات الأطراف الممضية على وثيقة قرتاش باعتبار أنها ضم أسماء تنتمي أو محسوبة على حركة نداء تونس اللي نلت لنصيب الأوفر وحركة النهضة وأحزب إيفيق تونس والجمهوري والمصار إضافة إلى أسماء معروفة بقربها من المنظمتين الوطنيتين على غير الاتحاد العام تونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية